تخلص والدنيا ترجع تاني ويبقى فيه كورة لان وحشتنا بصراحة كورة بصراحة يعني مفتقدين المطشاط مفتقدين بالنسبة لنا احنا مثلا الاهلي هو بيلعب المطشاط بياخد مبارياته وفي مختلف البطولات طبعا بطول الدوري وابطالة افريقيا كمان من البطولات المهمة جدا بالنسبة لنادي الاهلي لكن ان شاء الله فترة ويتخلص انا عندي بقى كلام مهم عايز اتكلم فيه مع حضرتكم بخصوص بعض من اللاعب النادي الاهلي هم لحد دلوقتي طبعا لعبين في النادي الاهلي والتعليقات اللي اختلفة على السوشيال ميديا واللي دايما الواحد كده بيتابع ويشوف يعني الناس تعليقاتهم لكن انا بصراحة مبارح مبارح يعني قردت تعليق لحد من زميل قالك ايه قالك الاهلي يتدخل افساد انتقال احمد فتحي البرمز يا راجل بجد يعني طب بزمتكنتو بزمتكنتو هل ده خبر يعقل يعني تقدروا تستوعبوه تقدروا تصدقوه الاهلي يعمل كده الاهلي يفكر بالاتجاه ده يعني هل الاهلي مثلا مثلا احمد فتحي العلاقة يا جماعة انتهت بكل الاحترام وبكل الامور الاحترافية ما بين الطرفين الاهلي واللاعب اللاعب قال لا خلاص لا انا مش هجد يا جماعة انا عندي عرض تاني مناسب بالنسبة لي فالاهلي راح منازل بي قال شكرا يا فتحينا اتمنى لك التوفيق فيه احترام احسن من كده فيه احترافية اكتر من كده ما فيش طيب الاهلي ليه يعني بقمته الكبيرة وباسمه الكبير جدا حيتدخل سوابق من خلال الاهلي او من محبيه يعني حيتدخل لإفساد صفقة انتقال لأحمد فتحي لبيرمتز ليه يعني ايه اللي هيحصل لأحمد فتحي راح بيرمتز الاهلي هيخسر حاجة الاهلي هيعطل هيقف مش هيقف فيكسة مطشط مش هيلاقي بك راية تلعبه لا طبعا فيا جماعة بعض الاحيان كده فيه ناس بتكتب اخبار غير منطقية وبتفقد مصدقيتها عند الناس يعني اما انت تكتب حاجة زي كده فالناس ممكن تضحك بس يعني ما فيش حاجة تانية يعملوها مش الاهلي اللي يعمل كده ابدا ولا الاهلي يفكر بالعكس احنا يا جماعة نتمنى مش باكان بقى على سال الاهلي انا كان نفسي طبعا لحمد فتحي يكمل في الاهلي دي بصراحة لكن ده قراره يحترم وكل التوفيق ليه بالتالي من نتمنى له كل التوفيق اي خطوة لحمد فتحي خلال الفترة الجاي سابعة راح هنا ولا هنا ولا هنا يا رب يكون موفق فيها ويقدر يواصل مسيرته الرائعة والحافلة بالانجازات والبطولات والتاريخ المميز وكل حاجة كل حاجة حلوة عملها لحمد فتحي بصراحة واللاعب نفسه كمان ادى للاهلي كتير كتير جدا وساهم في بطولات عديدة وكتب تاريخ محدش يقدر ينكره اطلاقا مع النادي الاهلي في نفس الوقت زي ما اللعب ادى لنادي الاهلي نتمنى له يا رب كل التوفيق في اي نادي تاني بعد ما خد قراره بعد المفاوضات اللي حصلت ما بين الاهلي واللاعب هو ده الاحتراف يا جماعة يجي بقى احمد فتحي موجود كان ساعتها او خلاص قرار رحيل قرار رحيل اللعب فخلاص شكرا نتمنى له دون التجريح دون التقبيد في اللاعب دون انكار المسيرة الرائعة ليه ده امر مفروه منه لكن ما توصلش لدرجة ان الاهلي يتدخل لعدم تعاقد بيرامدز ايه الهزار ده يا جدا عم بتهزار والله بجد حاجة غريبة جدا يجي بقى دلوقتي واحد يسألك يقولك طيب اصل دلوقتي موضوع احمد فتحي مع بيرامدز بيبوز والدنيا احتماد بيرامدز يرجعوا في كلامه هل ده امر يخصنا هل ده امر يخص النادي الاهلي طب سؤال تاني حد يقولك دلوقتي ايه طب هل ممكن الاهلي يدخل في مفوضات تانية مع احمد فتحي ده سؤال دلوقتي بتردد كتير جدا والناس تتكلم فيه وان اللاعب بقى يكمل مع الاهلي طالما انتقالوا البرامدز على حسب يعني اللي بيتقال انا ما عنديش معلومة بالمناسبة بخصوص ان انتقالوا البرامدز فشل ولا ما فشلش لكن ممكن دلوقتي واحد يقولك طب احمد فتحي لو انتقالوا فشل لبرامدز هل ممكن يرجع يكمل مع النادي الاهلي انا مش منوط بالحديث بالجزئية دي لكن في كل الاحوال ساعتها ده قرار يخص النادي الاهلي خص بس الاهلي خلاص تفاوض مع اللاعب والكصة خلصت لحد كده الاهلي وجه شكر لللاعب شكرا احمد فتحي نتمنى لك التوفيق واللاعب نفسه كتب بوست كبير جدا على تويتر وشكر النادي الاهلي ده امر مفروج منه وحصل جديد يحصل عكس كده انا مش منوط ان انا اقول بقى هيحصل بالسلبة وبالعجاب دي حاجة تخص النادي الاهلي بس الاهلي مش حيفتح باب التفاوض مع اللاعب اللاعب ممكن يفتح باب التفاوض مع الاهلي مثلا الله اعلم ساعتها يبقى نشوف ايه اللي حيحصل لكن في كل الاحوال ده تساؤل بيتقال دلوقتي بالنسبة للجماهير يعني قيمة وقامة كبيرة جدا احمد فتحي قيمة وقامة اكبر بكتير النادي الاهلي طبعا طبعا اللي بيعلن جومه واللي بيديهم كتير جدا وبيساعدهم كتير زي ما هم بيساعدوا النادي الاهلي في تحقيق الالقاب يعني فبالتالي القصة دي عايزين نقفل عليها دلوقتي مؤقتا اللاعب لسه مستمر مع النادي الاهلي لنهاية الموسم حيث تتبقى ان احمد فتحي تم تجميده لو طبعا تم استقناف النشاط ولا حاجة دي حاجة مش بتاعتنا دي بتاعت المدير الفني ومش بتاعت مجلس دارة الاهلي يعني اعتقد المدير الفني هو اللي حيقدر ياخد القرار على محتاج لأحمد فتحي في الفترة لحد من نهاية الموسم دي ولا لأ فدي حاجة مهمة جدا تخص للمدير الفني لكن البعض يقول لك اصله هو لغاية الموسم حي تم التجميد وكاما قصة ديمش بتاعتنا خلص